السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن عن قوائم مرشحيه للانتخابات التشريعية ويستبعد العديد من البرلمانيين الحاليين الناطق باسم العمليات الانتخابية يقول إن عدد المسجلين بالإحصائي لداريذ الطابع الانتخابي سيتجاوز مليونا وثلاثمائة ألف مريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الكبد تحت شعار لنعمل ضد التهاب الكبد بالكشف والعلاج أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في مريتانيا عن قوائم مرشحيه للائحتين الوطنيتين واللائحة الجهوية لنواكشوت استعدادا للانتخابات المرتقبة تنظيمها فاتحة سبتمبر القادم وقد شهدت لوائح الترشحات التي نشرها الحزب على موقعه الإلكتروني استبعادا لعدد من البرلمانيين الذين جدد لهم خلال المأمورية الماضية كما عرفت ترشيح اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ المنحل متابع التفاصيل في التقرير التالي نشر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لوائح ترشيحاته التي أظهرت ممارسة مستوى كبير من التجديد في اللوائح وغابت قيادات برلمانية وسياسية احتلت صدارة المشهد السياسي المؤيد للرئيس محمد العبد العزيز منذ أكثر من عشر سنوات واستخدم الحزب مستويات من الإزاحة للقيادات ذات التمثيل الشعبي في الدوائر كما حصل مع رأس اللائحة الوطنية الجديدة حماد والميمو وزير الخارجية الأسبق الذي نجح في دائرة محلية فعين في فترة وجيزة وزيرا للخارجية ثم فقد المنصب وقضى جزءا واسعا من المأمورية البرلمانية دون تعيين ويعتبر تعيينه على رأس اللائحة الوطنية تعويضا له عن خسارته لمقعد كوباني الذي اكتسبه في انتخابات 2013 فيما رشح الحزب سيد أحمد الأحمد في المجرية بسقط رأسه وكان مرشحا في اللوائح الوطنية 2013 استبعد الحزب رموزا سياسية مؤثرة كرئيس الحزب سيد محمد المحم ورئيس البرلمان الحالي محمد اللبويليل ومحمد الببانة فيما شغل الرمز الخليل للطيب الرقم 17 في اللائحة الوطنية وعدد آخر غيرهم ودخلت الحزب وجوه النسوية أبرزها رئيسة منظمة شكرا غير الحكومية ميمونة بن تحمد سالم التي تصدرت لائحة النساء للحزب وكان مجلس الوزراء قلعينها في وظيفة مديرة العامة للسياسات والاستراتيجيات التنموية بوزارة الاقتصاد والمالية في مارس الماضي فيما رشح الحزب رئيسة المجموعة الحضرية بن واكشوت أماتي بن تحمد في اللائحة الجهوية بن واكشوت أما السيدة الثالثة والتي تمثل فئة الفنانين فكانت أمينته بنت بوياجي والنفر وجاءت في الرقم 9 من اللائحة الوطنية ومن الوجوه الفقهية التي برزت في الترشيحات الجديدة الوزير السابق المرابط المحمد دمين من مقاطعة منقل والفقيه الشاب درديري والمعطة الذي احتل الرقم 14 في اللائحة الوطنية ويصل عدد مقاعد اللوائح الثلاثة 58 مقعدا وفي الانتخابات 2013 الماضية حصل الحزب من مجموع هذه اللوائح على 12 مقعدا فقط وهو عدد قد يكون قابلا للتقليص في انتخابات 2018 لحجم المنافسة غير المسبوق الذي يعكسه عدد اللوائح الحزبية المترشحة في هذه الانتخابات من ناحية اخرى اعلن حزب الاتحاد من اجل الجمهورية عن لائحة مرشحيه على مستوى المقاطعات ضمت 95 نائبا زياد من 20 منهم تمت اعادة ترشيحهم فيما عاد الحزب ترشيح عشرة واب سابقين على اللائحتين الوطنيتين واللائحة الجهوية على مستوى واكشوت هذا وتستعد موريتانيا لتنظيم انتخابات بلدية وجهوية وتشريعية فاتح شهر سبتمبر القادم وهي الانتخابات التي تتنافس فيها عديد اللوائح وبمشاركة الموالاة والمعارضة قال الناطق باسم العمليات الانتخابية باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات احمد المياح ان عدد المسجلين بالاحصاء الاداريذ الطابع الانتخابي تجاوز مليونا وتسعين الف مسجل واضاف المياح في حديث له ضمن برنامج اليوم الثامن ان عدد المسجلين في اخر استحقاق يجرى في موريتانيا وصلها زيادة من مليون وثلاثمائة الف مسجل وان عدد المسجلين خلال الاحصاء الحالي ستتجاوز هذا الرقم المسجلين داخل استحقاق اللي هو استحقاقات 2017 كانوا مليون وثلاثمية وتسعة وثمانين وثنين وتسعين نحن امس عند الساعة الخامسة لاني اليوم لم اتوفر على كل المعلومات وصلنا الى مليون وتسعين الف وبقيت ثلاثة ايام ومن المعلوم والمعروف عند كل الموريتانيين انه الايام الاخيرة تتضاعف الامور ولدي مثال على ذلك التخوفات المطروحة ليست في مكانها يقولون لا يستطيعون ان يفو بالتزاماتهم هذا غير صحيح لاني انا مسؤول عن مقاطئة رئيس اللجنة في السبخة انا تجاوزت الرقم الرقم كان 23000 انا الليلة عندي 24000 وشي وما بقيت ثلاثة ايام في الايام الاخيرة تضاعف كنت تسجل ما بين سبعمية وثمانمية من هالتيام اصبحت تسجل ما بين 1800 و 1700 وقال المياح انه لا توجد اليوم في موريتانيا منطقة الا ويوجد بها عداد وان لجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تسعى الى تجاوز السقف المحدد لها بشأن عدد المسجلين لا توجد اليوم منطقة على طول حدود موريتانيا شاسعة لا بلدية ولا مقاطعة ولا مركز داري الا وفيه عداد لا توجد منطقة حضرية الا كيلو متر واحد شعاعها يوجد فيه عداد علمه من علمه وجهله من جهله والتطورات اللي حدثت في الايام الاخيرة اثبتت ان اللجنة ستقوم بواجبها وستتجاوز والبطلين قلتها لك الرقم اللي كان عندنا واللي قلت لك انه كان كم قلت لك عنه مليون ومية واهلة مية وثمانية واهلة مية وثمانية واهلة مية وتسعة وثمانين الف ونف خلدت موريتانيا من خلال المعهد الوطني لامراض الكبدي والفيروسات ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الكبدي تحت شعار لنعمل ضد التهاب الكبدي بالكشف والعلاج وقال مدير المعهد دكتور عبدالله العمر ان قطاع الصحة بذل جهودا في سبيل القضاء على امراض الكبدي في البلاد وتمثل ذلك في اجراءات عدة بينها توفير ادوية الفيروس مجانا واستمرار الكشف عنه وكذا الكشف والعلاج والتلقيح ضد الفيروس لقد بدل قطاع الصحة في بلادنا من خلال المعهد الوطني لامراض الكبدي والفيروسات جهودا مطايدة في هذا الصدد وذلك تنفيذا لستراتيجية وطنية مندمجة في مجال الصحة العمومية تماشيا مع التوجهات السامية لفخامة الرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز وبإشراف من حكومة معاري الوزير الأول المهندس يحيو الحدمين تتجلى هذه الجهود فيما يلي تحضير دليل توصيات وتوجيهات الكشف ومعارجة الكبدي الفيروس باء والذي ستعكف عليه لجنة من الخبراء لتقييمه والمصادقة عليه مما سيسمح بتوحيد الرؤى وتنظيم التعاطي مع المرض على عموم التراب الوطني الاستمرار في توفير أدوية فيروس الكبدي باء مجانا استمرار الكشف عن فيروس الكبدي باء لدى العاملين في المجال الصحي وتلقيحهم وعلاجهم ومتابعتهم الكشف وعلاج والتلقيح ضد الفيروس باء وسين لدى المرضى المصابين المفشل الكلوي اقليميا بدأت في مال اليوم الاحد انتخابات رئاسية يتجاوز عدد المدعوين للتصويت فيها ثمانية ملايين ناخب ويعتبر الوضع الامني اكبر هاجس يواجه الاقتراع الذي يتنافس فيه اربعة وعشرون مترشحا بينهم الرئيس منتهي الولاي ابراهيم بو بكر كيتا وتستبعد استطلاعات الرأي ان يفوز اي من المتسابقين بالرئاسة خلال الشوط الاول وسط مخاوف من ان يؤثر الوضع الامني على نسبة المشاركة خصوصا في الشمال والوسط مغاربيا اعلن بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية عن توقيف عشرات المهربين والمناقبين عن المعادن اضافة لاحتجاز بعض المركبات والمعدات كانت بحوزتهم ووفق البيان الذي نشرته الوكالة الرسمية للانباء الجزائرية فان عدد الموقوفين يصل 40 شخصا وتم حجز عدد من اجهزة الكشف عن المعادن كانت بحوزتهم الجيش الجزائري يوقف عشرات المهربين والمناقبين عن المعادن ويحجز عدد من المركبات والمعدات كانت بحوزتهم في المنطقة العسكرية السادسة جنوب البلاد ويقول بيان لوزارة الدفاع نشرته الوكالة الرسمية للانباء ان العمليات تمت بكل من عين قزام وتمرست وببرج باج مختار الجمعة ويوضح بيان وزارة الدفاع الجزائرية ان عدد المهربين الموقوفين بلغ 40 فيما كان من بين المحجوزات مركبتان رباعية الدفع وعشر دراجات نارية وسبعة اجهزة كشف عن المعادن و45 مولدا كهربائيا و32 مطرقة ضاغطة وفي سياق اخر يقول بيان وزارة الدفاعين عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع افراد الامن الوطني بباتنة بالناحية العسكرية الخامسة ضبطوا 20 بندقية صيد ودراجتين ناريتين و219 قرصة مهلوسة ومواد تفجير وازجد من 800 وحدة من مختلف المشروبات ووقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بغردايا بالناحية العسكرية الرابعة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية عشرة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة ولم يتحدث بيان وزارة الدفاع عن جنسيات الموقوفين في اطار العملية الأولى والتي وقف فيها 40 شخصا بحوزته مدوات للتنقيب عن المعادن إلا أن المنطقة الجغرافية المبتدة من شمال موريتانيا حتى الحدود الجزائرية استقطبت خلال السنتين العخيرتين العشرات من الموريتانيين وأعوان لهم من جنسيات مختلفة أبرزها السودان وذلك للتنقيب عن الذهب كما تنشط في منطقة الساحل الإفريقية وفي دول مغاربية عديدة تنظيمات متشددة أبرزها تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية إضافة إلى تنظيمات مشابهة نشأت في الشمال المالي وتنشط في عدد من الدول المجاورة قالت صحيفة الواشنطن بوست في مقال نشرته إن احتمال نجاح المسار الديمقراطي في تونس أكبر منه في مصر وليبيا وأشارت صحيفة الأمريكية إلى أن ثورة انتكست مبكرا في ليبيا وأن ذلك أجهض المسار الديمقراطي في البلاد وخلق حربا أهلية بعدة مدن ليبيا نتابع التفاصيل في التقرير التالي في ورقة بحثية تحت عنوان لماذا تكون احتمالات الديمقراطية أفضل بكثير في تونس من مصر أو ليبيا سلطت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الضوى على التجربة الديمقراطية التونسية ومقارنتها بنظيراتها في ليبيا ومصر باعتبارها ثورات انطلقت في ظروف سياسية متشابهة وفي ظرف زمني واحد الواشنطن بوست التي تعتبر أعرق صحيفة أمريكية أشارت إلى أنه وبعد انتخابات السادس من مايو التي عاشتها تونس أصبح هناك شبه إجماع بين الملاحظين على أن احتمالات نجاح المسار الديمقراطي التونسي مرتفعة على عكس مصر وليبيا واعتبر المقال أنه في ليبيا انتكست الثورة بشكل مبكر حيث قامت ميليشيات مسلحة سنة 2013 بترهيب أول برلمان منتخب ديمقراطيا والضغط عليه لتمرير قانون العزل السياسي وهو ما أجهض المسار الديمقراطي وخلق احترابا أهليا بين حكومة طرابلس وميليشيات خليفة حفتر في الشرق وهو ما يهدد ليبيا بشبح التقسيم وتحدثت الصحيفة الأمريكية عن التجربة التونسية حيث اعتبر المقال أن تنازل الإسلاميين سنة 2013 وخروجهم من الحكم بشكل طوعي ودخول في حوار وطني كان خيارا مجديا أكد مرونة الإسلاميين الذين أعادوا تنظيم صفوفهم وعادوا كقوة سياسية مهيكلة فاست بالاستحقاق البلدي كما حالت دون إجهاض مسار العدالة الانتقالية بالتصدي لقانون كان سيمنع التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بيد أن مرونة النهضة تقول الواشنطن بوست مكنت من التعامل مع التطورات بسياسة لا إفراط ولا تفريط كما حصل في مصر وهو نموذج مخالف لتعامل النخب الثورية الجديدة مع رموز النظام السابق وآلته العسكرية وخلص المقال إلى أن هذه الأمثلة المتنوعة تؤكد أنه لا وجود لنموذج صالح لكل الثورات وبالتالي فمن الضروري إيجاد مقاربات خاصة وبحص دقيق للقيارات السياسية حتى تتواءم مع ظروف التي تعيشها كل ثورة نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الاتحاد من أجل الجمهورية يعلن عن قوائم مرشحيه للانتخابات التشريعية ويستبعد العديد من البرلمانيين الحاليين الناطق باسم العمليات الانتخابية يقول إن عدد المسجلين بالإحصائي لداري ذي الطابع الانتخابي سيتجاوز مليوناً وثلاثمائة ألف موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي لمحاربة الكبد تحت شعار نعمل ضد التهاب الكبد بالكشف والعلاج يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من أسراتي وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة